ليست الحرب في البلاد هي ما تحتاج إلى وقف لإطلاق النار بل إن تضاعف المأساة الاقتصادية والتوسع الأزمة الإنسانية بات بحاجة إلى وقف الحرب الاقتصادية أيضا هكذا لخصت مجموعة الأزمات الدولية حالة الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد بعد سبع سنوات من الحرب التقرير الصادر عن المجموعة أشار إلى تعامل أطراف الصراع مع المسائل الاقتصادية على أنها قضايا تقنية وغير جوهرية وهو ما جعلها قضية هامشية لا تأخذ حقها في التفاوض والاهتمام وتسبب انهيار الوضع الاقتصادي بارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والوقود ما أدى إلى زيادة حجم المعاناة الإنسانية حيث ذكرت تقارير أممية نهاية العام 2021 أن نحو 377 ألف مواطن فقدوا حياتهم بسبب الجوع والأمراض المعدية جلهم من الأطفال والنساء ومنذ انهيار الهدنة الاقتصادية خلال عامي 2016 و2017 تقول المجموعة أن الصراع الاقتصادي أصبح أكثر حدة وأكثر ارتباطا بالصراع العسكري مشيرة إلى أن أكثر ملامحي وضوحا هو انقسام المصرف المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن وعلى الرغم من اتفاق استوكولم الذي عالج الكثير من القضايا العسكرية إلا أنه لم يتطرق إلى تسوية المشكلة الاقتصادية التي تعد جوهر الصراع وفق التقرير دعوات وجهتها المجموعة إلى المبعوث الأممي من أجل العمل على تأسيس مسار رسميا لمعالجة التحديات الاقتصادية التي أصبحت متداخلة مع أصعب القضايا السياسية والتي من دون تسويتها لا يبدو أنه من المرجح الوصول إلى تسوية للحل العسكري أيضا